السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناتكم غير احياتك تمنى ارقاكم الفيديو بصحة وروح جيدة وكيف العادة مع موضوع جديد كيف كتشوفوا معي غنهضروا على الفستق او البستاش اللي كيبغي الصغير الكبير انها هيك عن شكله رائع ومداق متميز وفوائد الهائلة الصحنة البستاش فيه تركيز عالي جلو ميغا دخوة اللي كنعرفو انها كتحميك من السرطانات والشوارد الحرة ومهم الوضع في القلب والمناعة وكتخفف المضاعفات السكري وتخفض الكوليستيرول الضار وينصح به المرض السكري وهو مهم من الكفاءة المخ الوضائف العقلية والخلايا العصبية فهو مفيد لاطفالك للتركيز والفهم والحفظ وكيزي الاستيعاب حين تغني بالفسفور والمغنيزيوم وفي طبيعة الحال مع املاح مدينية اخرى منهم سيلينيوم اللي كيحمل جسم السرطان والشيخوخ المبكرة ومع الفيتامينات فيه فيتامين او اللي هو مضاد اكسده مهم وهو يحمي من الشيخوخة وكيمنع منتها اكسد الخلايا وكيزيد جمال ونظار البشرة وفيتامين كا اللي مهم للعظام والتقوية جيلها مع الفيتامينات المجموعة ببي فالبيستاش مصدر ممتاز للفيتامين بسيس اللي كيخفف التوتر وكيحارب الاراق والسترس وكيخليك ناسي بشكل افضل وفيه نسبة لا بأس بها من فيتامين سي والفستق مهم للقولون كيحمي ويعالج تهيوجات جيله بفضل الاليف الغذائية اللي فيه وفيه بروتينات اللي مهمة لانسجة وبناء العضلات ومهم للناس الرياضيين باش يحصلوا على كيمية البروتين اليومية وكذلك للنباتيين يعتبروه كباجين البروتينات الحيوانية نصيحة اللولى إلا بغتي تشري الفستق شريه يكون بدون ملح خاصة اللي عندهم ارتفاع فتخة الدم او مشاكل في القلب واضطرابات السكري بزائد انه هو بلا ملح قيمته الغذائية بطبيعة الحال ستكون اعلى النصيحة الثانية الناس اللي عندهم مشاكل في الكيلية وعندهم ضعف في كلاوي او ارتفاع بالبوتاسيوم يردوا البال من الفستق موسيقى وصفة اليوم نقترحها على الفيجيتاريان او للناس النباتيين اللي كيبغيوا بادي البروتينات الحيوانية لسبب او لاخر فكنقترح عليهم بيستاشيو باطر او لزبدة الفستق وصفة سهلة كتأكديم الجودة ديالها ما فيهاش ملوينات او محليات وغنية في قيمتها الغذائية كتأخذي 150 جرام جل فستق كتأضحنيه وكتزيج عليهم علقة كبيرة جلزة زيتون بالتدريج وكتحصل على زبدة الفستق عضوية وصحية وهكذا نكون وصلنا نهاية الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم سالمين شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لكم على حسن المتابعة